مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة La Langue Francaise ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال أساليب متذاولة كثيرا كالورك بينما تخي دي بالقرب من ني لن ني لاتر لا هذا ولا ذاك أكوتي دي قرب أل أوفير سور هو مفتوح على أفاس دي أمام أل بخي دي بالقرب من وقبل أن أبدأ هذا الدرس مشاهدين الكرام أطلب منكم فقط الاشتراك لمن لا زلم يشترك فلضغط على اشتراك وليفعل جرس اللي يضغط على اشتراك وللي يضغط على الجرس ليصله كل جديد وسأبدأ الدرس على بركة الله اللاهر Dana دي بالقرب من Alors que j'étais assis là Hier تاني أمس J'ai vu رأيت Des oiseaux à طيور Des oiseaux à طيور Alors que بينما J'étais كونتو Le verbe être à l'imparfait J'étais le verbe être à l'imparfait كونتو Assis J'ai listen Là هناك Hier j'ai vu des oiseaux Alors que j'étais assis là أمس رأيت طيور بينما كونتو J'ai listen هناك J'ai vu Le verbe voir Au passé composé J'ai vu Des oiseaux Alors que تاني بينما سأمره إلى près près du près du J'habit près de le pétale J'habit J'habit près de L' 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 J'habit près du château J'habit L' 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 oct Pourquoi Tu ne veux ni l'un ni l'autre Pourquoi Tu ne veux ni l'un ni l'autre Pourquoi Tu ne veux La turido Ni T'عني la L'un Ha'da au wahid Ni l'autre ولا dèk ولا l'akhar T'عني la hada ولا dèk ولا la wahid ولا l'akhir Pourquoi لماذا Tu ne veux ni l'un ni l'autre Pourquoi La turido La hada ولا dèk لماذا Ni l'un ni l'autre تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية في التحدث والتكلم باللغة الفرنسية ويجب أن تعرف متى نستعملها هي تعني ni la ni l'autre لا هدا ولا dèk سمورو إلى احضرم لغة الفرنسية جلغة الفرنسية ويجب أن تعرف ويجب أن تعرف لغة الفرنسية الهدنسية ويجب أن تعرف إلى أهم إلى إلى الهنبر وicateiad السجنJa الحلال العلم هناك ثلاثة للحظة والحظة للحظة للك أبحث على الطريق الثلاثة للحظة المحظة أخرى هناك ثلاثة للحظة والحظة والحظة يستمرون الثلاثة والحظة والحظة ترجح الى المحظة تم أتعة الآخر مثلا الواده المؤلم هو المفتوح على المكتب le bureau هو المكتب le livre الكتاب du professeur eli المؤلم الكتاب والمؤلم è عفظ هو المفتوح على et au drauf sur هو المفتوح على le bureau المكتب Le livre du professeur est ouvert sur le bureau ومفتوح على المكتب مفتوح على المكتب la gare والمكتب المحلات التجارية مباشرة أمام المحلات التجارية مباشرة ومحطة القطر هي أمام المحلات التجارية مباشرة سأعيد القراءة الجملة التي قمت بتركيبها 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 المعلم هو مفتوح على المكتب المكتب هو المكان الذي وضع فوقه الكتاب أمام المحلات التجارية مباشرة مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابونة أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو ولمن أرد مشاهدة الفيديو التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على على ما التعجب فيه على الفيديو أو الضغط على la langue française وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله